السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض نخلي اللمون السريع هنعملو بطريقة سهلة جدا متكات كده واضافات كده بسيطة وتغير طعم وتخلي طعمه حلو جدا جدا احسن ميت مرة من ما نشتري من برة وكمان هيستوي معنا بسرعة في خلال اسبوع نقدر نكون منه بيبقى حلو جدا جدا ان شاء الله يعجبكم ما تنسوش بقى لايك للفيديو ازا عجبكم واشتراك في القناة لو كنتم اول مرة بتشوفوني ويلا بنا نشوف هنعمل ايه نقول بسم الله الرحمن الرحيم معايا هنا مية بتغلي على النار هحط فيها اللمون بتاعي غسله ومصفية كويس جدا من المية ويهبدأ احطه كده يغلي معايا في المية المغلية هسيبه قدية هسيبه لمدة عشر دقيقة عشان احنا عايزين نسلقه عشان يبقى طري معنا ويستوي بسرعة اعرف بقى مني ان هو استوى هتلاقيه طوف معاك كده على الوش وبدأ يفتح اللمونة بدأت تتفتح كده زي ما انتو شايفين اهو شايفين طوف كله على الوش كده واللمون فتح معايا بالشكل ده كده تعرفوا ان هو كده اا يعنديه التسوية المطلوبة مش عايدين اكتر من كده عشان ما يطولش معايا في السوى عشان ما يعني يستوي بسرعة ونقدر نكن منه ونفتح عليه بعد اسبوع من اسبوع لعشرة ايام اكتر حجة زي ما انتو شايفين كده هبدأ بقى صفيه من المية بتاعته وهسيب المية بتاعته وهسيبها على جنب لحد ما تبرد عشان نستخدمها في محلول النقع بتاعه او محلول التخليل تمام كده انا صفيت اللمون بتاعي واحتفظت بالمية وهسيبها لحد ما تبرد خالص بعد كده هنقعف مية آآآ عادية من الحنفية هنقعو المدة قد ايه لمدة ساعتين وبعد كده هغير المية تاني وهنقعو المدة ساعتين كمان وقرر الموضوع ده تلات مرات تمام كده يبقى كل ساعتين ما غير عليه المية بمية نظيفة تانية من الحنفية وبصفيه من مية بتاعته بعد كده هجيبه دلوقتي وهحط عليه آآ تلات معلق كبار من الملح لكل كيلو من اللمون وهقلبهم في الملح كويس جدا واسيبه لمدة نصف ساعة وبعد كده هشطف من الملح وهصفيه عشان ابدأ باعب في البرطمان بتاعي واخلله الحرقة دي بتعمل ايه بتنزل اي مرارة ممكن تكون موجودة في اللمون هي خطوة النقع تقدر تنقعي كمان مدة يومين كاملين غير عليه المية لمدة يومين ولكن انا بكتفي ان انا بغير عليه المية في يوم واحد بس كل ساعتين كده بغير عليه المية وبعد كده بحط الملح زي ما انتم شايفين كده بنزل اي مرارة موجودة فيه وبعد كده باشطفه وبستخدمه على طول دلوقتي بقى هنعمل المحلول بتاعي التخليل جبت بقى المية اللي تلعت من من سلق اللمون مشان المياه خسره نياه تتريمين لنفع طعم اللمون قوي جدا فجبتها وهنحط الكل لتر من المية هنحط اربع معالق كبار من الملح وهي معلقة كبيرة من حبة البرقة بتدي طعم حلو جدا مع اللمون وهعدت كمان معلقة كبيرة منها ريسة الشطة او معلقتين منها ريسة الشطة وعملناها مع بعض قبل كده وهسيب لكم اللينك بتاعه فيه سندول وصفه في اول كومنتو مسبت حلوة جدا جدا بتدي طعم حلو لللمون المخلل والمخللات عموما وبتدي طعم حلو جدا في الاكل هقلب بقى الخليب بتاعي ده يبقى لتر المية عليه اربع معلق كبار من الملح وعليه آآ معلقتين منها ريسة الشطة وعليه معلقة من حبة البرقة ادي اللمون بتاعي هو بعد ما شضفته من الملح وشايفين مفتح ازاي هو ده كده التسوية المظبوطة بتاعته بيبقى طارق كده وبيكامل التسوية بتاعته في محلول التخليل آآ بالملح اجيب بقى البرطونات بتاعتي نضيفها ومتعقمة وهبدأ اعبي فيها اللمون بتاعي تقدر بقى تحطي معاه قرون شطة او قرون آآ فلفل اخضر وكمان ممكن تحطي معاه آآ جزر مبشور بيبقى حلو جدا هنحط معاه قرون شطة احمر كده قرون واحب بس كفية وآآ انا عملت معاكو كمان اللمون المعصفر اللي هو بيعد آآ شهرين اللي هو باناي تقدر تعمليه بقى لشهر رمضان باذن الله لان اللمون اليومين دور رخيص جدا فنستغل بقى موسم اللمون وآآ نخلله كده عبيت البرطمان وهبدأ احط عليه المحلول التخليل بتاعي هما جون معايا في اتنين كده ويه عندي ده قشر للمون انا كنت محاوشها كده عندي كل ما بعصوا اللمون كنت بحاوشه عندي في التلاجة وهبدأ احطه على الوش كده وهغطي بيه وش البرطمان تحسبا عشان لو عمل آآ ريم او اي حاجة يبقى القشر ده هو اللي جعل ريم بس هو اقدر اشيل وارمي واستخدم بقية البرطمان عادي عشان لو البرطمان مثلا مش متعقم كويس او حاجة وعمل معاك ريم يبقى القشر آآ هو اللي جعل ايه يعني هيحميلي اللمون نفسه وبعد كده هصب بقى الخليط بتاعي اللي هو المحلول التخليل ده على آآ اللمون وهغطي آآ الوش بتاعه تماما بيه الميادي زي ما انتو شايفين كده حبة البركة بتدي طعم حلو جدا بعد كده هغطي وش البرطمان بالزيت عشان احجب عنه الهوى وعشان اطول عمره ويعيش معي وما يحصلوش اي حاجة وبعد كده هنغطيه ونسيبه في المطبخ عادي جدا لمدة اسبوع بالزبط اقدر افتح عليه وادوق منه واشوف آآ لو تمام هنبدأ ناكل منه لو لسه محتاج شوية كمان هنسيبه ثلاثة ايام كمان يعني من اسبوع لعشر ايام هيبقى استوى وهيبقى حلو جدا جدا ان شاء الله لما افتح عليه هورهو لكم في فيديو تاني مع مع اكلة او حاجة ان شاء الله اتجربوا الطريقة دي وتعجبكم جدا متنسوش لايك للفيديو اذا عجبكم واشتراك في القناة لو كنتم اول مرة بتشوفوني بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته